تنضم إلينا المتحدثة باسم القيادة الوسطى الأمريكية كوماندر ريبيكا ريبريتش أهلا مرحبا بك معنا كيف ينظر ويراقب البنتاجون آخر التطورات الجارية في العراق تطورات الأخيرة في العراق نعم علي أن أحيلك إلى حكومة العراق والموقف الحالي الذي يجري هناك مهمتنا في العراق كانت بناء على دعوة من حكومة العراق لمواجهة داعش وأي شيء يجري حاليا علي أن أحيلك إلى الحكومة العراقية هناك تصريحات إيرانية صدرت مؤخرا عن سفير طهران في العراق مفادها تهديد القوات الأمريكية هناك في حال أي مواجهة بين طهران وواشنطن كيف ينظر البنتاجون إلى هذه التصريحات وكما قلنا مرارا وتكرارا نحن معنيون بالتهديدات الموجهة لقواتنا في المنطقة وننظر إلى التهديدات بجدية لهذا السبب في الأشهر الأخيرة قمنا بزيادة تواجدنا في المنطقة عن طريق إرسال عدة سفن وقدرات أخرى لتوفير الحماية لقواتنا ومصالحنا ليس فقط في العراق وإنما عبر الشرق الأوسط فيما يخص العمليات العسكرية الأمريكية ضد خلايا داعش في العراق إلى أين وصلت وما هي أبرز تحدياتها؟ فيما يخص العمليات العسكرية الأمريكية ضد خلايا داعش في العراق إلى أين وصلت وما هي أبرز تحدياتها نحن مستمرون في العمل مع شركائنا العراقيين ضد داعش وذلك من أجل التأكد من عدم عودة داعش ونحن نقدر العمل الذي تقوم به القوات العراقية لهذا السبب نحن في العراق وسنستمر في القتال سويا ضد هذا التهديد هل هناك تعليق من البنتاجون على ما عرضه الحثيون من صور مؤخرة لما قالوا إنها عملية عسكرية في نجران السعودية وتم أسر ثلاثة ألوية خلالها نحن على بينة في التقارير التي أصدرها الحثيون وما أقوله هو الحثيون وحكومة السعودية عليهم التطرق لهذا الموضوع وكما قلنا الحل الوحيد لإنهاء الحرب في اليمن هو حل سياسي دبلوماسي وعلى كل الأطراف الالتئام سويا والتطرق إلى الأزمة الإنسانية في اليمن وهي أسوأ أزمة في العالم وعلينا أن نجد حلا دبلوماسيا ولكن مؤخرا تبنى الحثيون مجموعة هجمات أدت لأضرار جسيمة في مرافق السعودية لسيما في القطاع النفطي هل يعتقد البنتاجون بأن لإيران دور بارز في هذه الهجمات بالنسبة للهجوم الذي حدث في الرابع عشر من سبتمبر في السعودية البنتاجون لا يعتقد أن الهجوم قام به الحوثيون نعتقد ومع شركائنا في السعودية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا نعتقد أن إيران مسؤولة عن ذلك الهجوم وندعو كل العالم أن يرقى لمواجهة إيران لسلوكها المزعزع للاستقرار وتأثير ذلك على المنطقة بكاملها وماذا عن التحركات الأمريكية الأخيرة في السعودية والدفع بمزيد من العتاد هناك لقد أعلننا في الأسبوع الماضي أننا سنرسل قوات إضافية إلى السعودية وقدرات أخرى وذلك بناء على طلب حكومة المملكة العربية السعودية مرة أخرى نحتاج من العالم أن يتحدث ويعلي صوته ضد ما تقوم به إيران وأنشطتها المزعز على الاستقرار نحن ملتزمون بمساعدة شركائنا في الخليج والشرق الأوسط لهذا السبب أرسلنا قوات إلى السعودية عندما طلب مننا ذلك هل تشجع الولايات المتحدة السعودية على الحوار مع إيران كما ألمح بذلك ولي العهد السعودي محمد بن سلبان في مقابلة له مع سي بي اس مؤخرا هذا سؤال دبلوماسي وليس من المناسب أن أتحدث أنا عنه هناك حديث عن مشروع القوة البحرية لحماية الملاحة في منطقة الخليج يعني أطلقت الولايات المتحدة إلى أين وصل هذا المشروع؟ كما تعرف في الأشهر الأخيرة كانت هناك هجمات عديدة على السفن التجارية التي تعمل بالقرب من مضيق هرمز وقد قمنا بالعمل مع شركائنا وحلفائنا في العالم من أجل الالتئام سويا لتأكد من التدفق الحر للتجارة عبر هذا المضيق الحيوي كانت هناك هجمات أثرت على السوق العالمي وحتى الآن كان هناك عدة شركاء انضموا إلينا هناك المملكة المتحدة وأستراليا والسعودية والبحرين كذلك الإمارات العربية وسنستمر في العمل مع هؤلاء الشركاء ومع آخرين لأن القضية قضية عالمية وعلينا أن نعمل سويا لتأكد من أن هذا المضيق يبقى مفتوحا نعم هل تفكر القيادة الأمريكية بالفعل بنقل قاعدة العديد في قطر إلى ساوث كارولاينا بالولايات المتحدة لا توجد أي نواية لدينا لمغادرة قطر وقاعدة العديد كانت هناك عمليات مؤخرا لمعرفة هل يمكن لنا أن ننقل العمليات من موقع إلى آخر كشيء من قبيل الطوارئ نحن نحاول التأكد أن لدينا قدرات لتوفير الدعم قمنا بهذا في عطلة نهاية الأسبوع نقلنا من قطر إلى قاعدة في ساوث كارولاينا هنا في الولايات المتحدة كان هذا لإثبات مفهوم أن لدينا القدرة على عمل ذلك السبب هو شيء كنا ننظر عليه لفترة وليس لأن هناك تهديد محدد ولا توجد لدينا نية مغادرة قطر نحن هناك في المنطقة نعمل مع شركائنا وسوف نستمر في عمل ذلك نعم كوماندور ريبيكا ريباريتش المتحدث باسم القيادة الأمريكية وقيادة الوسطى الأمريكية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك